اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير مع الترويج الذي يقام لمسلسل شراب التوث حول وجود علاقة حب بين دوكان جونجور وشركته في المسلسل سيلا تورك اوغلو بين فترة واخرى الصحافة التركية التقطت الممثل دوكان اول مرة مع حبيبته الحقيقية الراقصة الينا يالتشن بوضعيات رومانسية حيث كانت الصحافة تصورهما وهما ليس لديهما علم بذلك وعندما رأى دوكان الصحافة توتر وارتبك وحبيبته ايضا ذهبت مسرعة لسيارتها للمغادرة وقال دوكان كيف خرجتم فجأة؟ انها صديقتي لا يوجد شيء بيننا لكن ارجوكم لا تنشروا هذا الخبر لا تحزنونني وانا سوف لن احزنكم دعونا نتحدث عن شيء اخر ونجري مقابلة اخرى لتنشرها ولكن بالطبيعة اصدقائي الصحافة نشرت المقابلة كاملة ما رأيكم بما حدث شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بفيديو جديد اشتركوا في القناة